إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنحن نبدأ في يوم الخميس في هذا اليوم نبدأ إن شاء الله في دراسة أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهذا الكتاب هو أقلمة وجد في فقه الحنابلة في ذلك العصر لأن المؤلف رحمه الله كان له كتاب سماه باسم كافي المبتدي ثم اختصر هذا الكتاب من ذاك الكتاب وسماه بأخصر المختصرات لأنه لم يجد أقل منه عددا في الحروف وفي الحجم حسب ما زعم المؤلف رحمه الله دراسة الفقه أو الفه إنما هو عبارة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين فأعلى مراتب العلم هو التفقه في هذا الدين معرفة الحلال والحرام وما يصح وما لا يصح في دين الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى سهل لهذه الأمة من جمعها على أربعة مذاهب وإنما خصت بهذا الأمر كما خصها الله سبحانه وتعالى أن جمعها على حرف واحد من المصحف الشريف لذلك وجد لهؤلاء الأربعة رحمهم الله من نافح عنهم ومن قيد مطلقهم وخص عامهم ووضح أصولهم وفروعهم حتى ضبطت ضبطا كبيرا وحررت تحريرا عظيمة فأصبح المتأخر يستدرك على المتقدم وأصبح للمتقدم فضل الجمع والترتيب وللمتأخر فضل التحرير والتهذيب حتى أصبح هذا الكتاب أو هذا المذهب عبارة عن جهود آلاء مئات السنين من التحرير والضبط والتواتر والنقل فلا مدخل للهوى فيها هذه ميزة هذه المذاهب أنه لا يوجد لها مدخل في الهوى فلو أن إنساناً التزم هذه المذاهب إن شاء الله يكون قد أبرأ ذمته عند الله سبحانه وتعالى مؤلف هذا الكتاب أخسر المختصرات هو محمد بدر الدين بن بلبان رحمه الله المتوفى سنة ثلاث وثمانين وألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم طريقتنا في هذا الشرح إنما يفك العبارات وتصوير المساء وعدم الخوض في المساء التي لم يتطرق لها المؤلف رحمه الله إلا ما لا بد منه من توضيح بعض الكلمات يقول الشيخ رحمه الله الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين يبدأ العلماء رحمه الله دائما ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فهذا اقتداء بكتاب الله لأن سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله دائما يجمع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأذان والتشهد وغيرها وأيضا قال الشيخ على آله وصحبه وهذه مسألة يتطرق لها علماؤنا بقولهم أنه جمع بين آله أي أهله وبين صحبه وإن كان الصحابة يدخلون في الآل قال الشيخ وبعد فقد سنح بخلدي أن أختصر كتاب المسمى بكاف المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي دائما العلماء يذكرون أحمد بن حنبل مع محنة فتنة خلق القرآن لذلك سمي بالصديق الثاني رضي الله عنه يقول الشيخ ليقرب تناوله على المبتدي دائما علماؤنا يؤلفون إما للذين يصلون المنتهي يسمونه المنتهي أو يؤلفون للمبتدي وغالبا التأليف للمبتدي هي لكي يتدرب ولكي ينطلق في هذا الباب بطريقة سهلة وتدرج ميسور لما يأتي إنسان منه يريد أن يبسط للمبتدي ما لا يحسن إلا للمنتهي فهو قد ظلم أحدهما والتدرج في العلم سمة من سمات علمائنا رحمهم الله ومن أشهر علماء مذهبنا وهو ابن قدام رحمه الله ألف كتاب عمدة الفقه على رواية واحدة ثم صعد المقنع ثم صعد الكافي ثم صعد إلى المغني وهو في الخلاف العالي وهذه إنما هي الهدف منها التدريب وهذا شيء معروف حتى في كل شيء في الرياضة في الفلك في كل شيء لابد أن تدرس أوائل هذه المسائل ثم تصعد بها قليلا قليلا حتى يقول علماء من ألفوا في آداب الطلب أنه يحفظ متنا ميسورا فإذا أتقنه شرحه له أحد المشايخ شرحا ميسورا حتى يرتقي والذهن لا يكل ولا يمل يقول الشيخ رحمه الله ويسهل حفظه على الراغبين إذن عندي مبكدي وعندي راغب قال ويقل حجمه على الطالبين وسميته أخسر المختصرات لأني لم أقف على أخسر منه جامعا لمسائله في فقهنا من المؤلفات والله أسأل أن ينفع به قاريه وحافظيه وناظريه إنه جدير بإجابة الدعوات وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم وما توفيقي واعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيم هذه المقدمة توضح الهدف من هذا الكتاب أولا هو على مذهب الإمام أحمد ثانيا أن الهدف منه للمبتدئ وحفظه للراغب وحجمه صغير للطالب ثم قال الشيخ أن هذا الكتاب على صغره جامع لمسائله أي الفقه ثم قال الشيخ داعيا له ولمن قرأه وحفظه ونظره وهذه من آداب علمائنا رحمهم الله يقول الشيخ كتاب الطهارة ابتدأ علمائنا بكتاب الطهارة لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة فإذن أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة وأعظم أركان الصلاة أو أعظم شروط الصلاة الطهارة لذلك ابتدأوا بها وأول من وجد في الفقه من ألف ذلك وإمامنا الشافعي رحمه الله ورضي عنه يقول الشيخ كتاب الطهارة لم يعرف الشيخ الطهارة الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث إذن عندنا حدث وعندنا خبث هي من النظرة الأولى الحدث شيء معنوي والخبث شيء حسي فلذلك اختار للمعنوي الارتفاع واختاروا للحسي الزوال ليتناسب بينهما وإلا فالارتفاع هو نفسه الزوال قال الشيخ رحمه الله المياه ثلاثة في باب المتون في باب المتون ذكر العدد الهدف منه الحصر ذكر العدد الهدف منه الحصر يعني الشيخ كان يستطيع أن يقول المياه طهور وطاهر ونجس فلعل إنسان يدخل فيقول لعل هناك رابع أو ما شابه ذلك فهو يريد حسم المادة حتى لا تبحث عن آخر فقال المياه ثلاثة الأول طهور وهو الباقي على خلقته هذا تعريف الماء الطهور هو الباقي على خلقته لماذا؟ لأن عندنا الماء ماء البحر مالح وقد يكون فيه رائحة وعندنا بعض الأنهار قد تكون بسبب ما تجري عليه من كبريت أو ما شابه ذلك يتغير بعض لونها فلذلك هو أو ينزل المطر متأثرا ببعض عوامل هذه الجو فنقول هكذا خلق إذن هو طهور هكذا خلق هذا حسا أما حكما فإذا تغير كما سيأتي الآن يقول ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج عندنا الماء الأصل فيه أنه منفرد بنفسه لأنه جوهر لا يشبه باقي المائعات لكن قد يدخل عليه بعض المواد لكنها لا تمازجه بمعنى لا تدخل في جزئياته مثل الدهن الدهن الآن لو سكبته على الماء تجده موجودا في الماء لكنه غير مختلط به فهذا تغير لكن بغير ممازج عندنا في المذهب يكره استعماله إذا وجد غيره يكره استعماله إما إذا لم يجد غيره فلا يكره وقال ومحرم إذن عندنا طهور مكروه وطهور محرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب عندنا هذه المسألة مبنية على عدم انفكاك الجهة عندنا في المذهب عدم انفكاك الجهة أي الجهة التي تريد أن تطيع الله بها هي نفسها الذي تعصي الله بها الماء عندما تسرقه أو تغصبه أو لا يكون مباحا هو هذا جوهره أنت عصيت الله بأخذه وهو نفسه تريد أن تطيع الله به لذلك سميناه محرم لا يرفع الحدث لأنها طاعة زوال الخبث لأن الخبث عندنا أهم شيء أن تذهب هذه العين فذهب هذه العين لا تحتاج إلى نية فلذلك لم نشترطها في إزالة النجاسة ثم قال الشيخ وغير بئر الناقة من ثموت هذه لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تابوك أمر الناس أن يشربوا من بئر الناقة وهي معروفة مشهورة ونهاهم عن غيرها فأصبحت غير مباحة يوسف مسألة من المغصوب تعتبر من مفردات المذهب تقريب عندنا المغصوب من مفردات المذهب وهو المسروق والمغصوب لأنه غير مباحة وإيضا عندنا يدخل فيها ماء السبيل إذا كتب للشرب فقط إذا كتب للشرب فقط لا يجوز الوضوء منه لماذا؟ لأنه لم يبح استعماله في غير الشرب فيدخل في غير المباحة الآن الشيخ طبعا لم يتطرق إلى كثير من مباحث الطهور لأنه كما قدمنا هو يريد اختصارها للمبتدي فهو عليه أن يعرف أن الماء ثلاثة طهور صفته أو تعريفه الباقي على خلقته وهو ينقسم عدة أقسام أعطاك قسمين مكروه ومحرم نعم قال الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر ومنه يسير مستعمل في رفع حدث إذن عرف الشيخ رحمه الله الطاهر أنه المتغير بممازج طاهر وأيضا مستعمل